لعب الكرة مهارة فن خلق وإثارة سجل هدفا في المرمى تحرز فوزا بجدارة السلام عليكم ومرحبا بكم في مدامنا المسلسل الكرتوني الضربة الساعقة دبلجة الأنمي الياباني في أحد الحلقات ظهر أحد نجوم كأس العالم السابقين لا يوجد شيء غريب المسلسل رياضي عن كرة القدم وظهر لاعب كرة قدم مشهور لا أدري هل هو شخصية حقيقية أم شخصية مخترعة في المسلسل ولست متأكدا ما إذا كان الاسم باتريك أم لا أنا استمعت إلى الاسم في الدبلجة اليابانية وكان هذا لا يفهم المغزى الذي أريد الوصول إليه هو أن مركز الزهرة للدبلج جعلوا من هذا اللاعب سعيد العويران هذا هو السيد سعيد العويران تشرفنا آسف لأنني لا أعرف الاسم لنفترض أنني أخطط في الاستماع وأن الاسم ليس باتريك هل سمع أحدكم اسم سعيد؟ وطشواص سعيدو وطشواص سعيدو أحيانا الآر تنقلب إلى الأهل وتشواص سعيدو الأويران آه عفوا اللقب أولا ثم الاسم وطشواص وطشواص سعيدو وطشواص سعيدو سعيدو وطشواص سعيدو ضائج بك ألو مالا سعيدو ألو مالا مرر كرة سهلة بتأنن وانسجام يصبح لعبك أحلى سعيد العويران كابتن هل هو أجل إنه سعيد العويران إنه سعيد العويران؟ أضحبني يا سعيد لم يكتفي أصحاب الدبلجة العربية بالخياس الذي قدموه لنا ولم يكن لدينا خيارات أصلاً سوى الجلوس ومشاهدة ما يعرض لنا لهذا التقطيع السيء بالإنفعالات هل يلعبوا معنا؟ ما رأيكم؟ لا تخافوا سيقوم بتعليمكم بعض الحركات إنفعالات شعب في دولة تختلف عن إنفعالات شعب في دولة أخرى هذه اختلاف الثقافات فلو شاهدنا الثقافة اليابانية سواء كانت انفعالات في الواقع أما الانفعالات التي اخترعوها في الأنميشن لا يمكن مجاراتها بنفس التمثيل لابد أن يكون لدينا انفعالات خاصة نعم إن كان هناك كلام فيجب أن يدبلج كما قيل ولكن عند الانفعالات على الطريقة اليابانية التي نعرفها جميعاً مثل الغضب أو الحزن أو الضحك أو الارتماء في الأرض من شدة من التفاجع أو من شيء مضحك بطريقة كوميدية لا يمكن أن نتقمس هذه الانفعالات كما هي على الطريقة العربية ولكن ماذا نفعل؟ الآن أصبح الأخ باتريك إلى سعيد الويران وهو أنه سعيد الويران أخيراً وليس آخراً أود الإشارة إلى نقطتين الأولى الاسم اللي لم يكن باتريك فرجاء نصحه لي حتى أقوم بإضافة ملاحظات سواء في خانة الوصف أو في التعليقات على أي حال كان باتريك أم لم يكن كما أخبرتكم هذا لن يؤثر على الفيديو النقطة الثانية أعلم أن سعيد الويران سجل هدفاً خرافياً على بلجيكا في التسعينات وكل من هم في جيلي يعرفون هذا جيداً فهذا ليس سعيد الويران لعب الكرة مهارة فن خلق وإثارة سجل هدفاً في المرمى تحرز فوزاً بجدارة لنفترض أنني أخطأت في الاستماع وأن الاسم ليس ترجمة نانسي قنقر